بسم الله والحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على النبي الأمين المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسم نادي المصابيح وجميع العاملين فيه نبارك لكم دخول هذا الموسم الجديد وهو رقم 30 ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ويبارك لكم ويعيننا ويعينكم على حسن تربية أبنائنا المصابيح في هناك أمور مهمة جدا أردنا كإدارة أن نصلها لكم بطريقة مباشرة الأمر الأول نادي المصابيح نادي واحد وما عندنا أفرع نادي أمهات المستقبل نادي واحد وما عندنا أفرع يعني لا نمثل أحد ولا أحد يمثلنا الأمر الثاني نادي المصابيح نادي تربوي كلكم عارفين هذا الشيء ومتخصص بالتربية بالحركة واللعب بمعنى المنهج مالنا منهج عبارة عن نسيج متماسك من اللحظة الأولى الذي يدخل فيها المصباح النادي إلى اللحظة الأخيرة التي يغادر بها المصباح النادي وحتى عياننا المصابيح يصلون إلى الاستفادة القصوى النافع الآمنة الممتعة هناك خمسة أمور نتعاون إحنا وياكم على الالتزام بها الأمر الأول الحضور بالوقت والانصراف بالوقت والاستئذان ممنوع حتى فعلا يستفيد ويتعلم ويتربى ويتغير ويتدرب على القيم وعلى المهارات بطريقة ترويحية جميلة الأمر الثاني الالتزام بالزي المطلوب لبس كامل من الفنينة الداخلية إلى الحذاء الرياضي المناسب ولازم بانطرنات والشرطات ممنوعة وانتبهوا للفنايل إذا فيها كلمات أو فيها ألفاظ أو فيها رسمات وأنتم ما شاء الله عليكم نبيهين ويحرص مننا على هذا الأمر ويا عيالكم الأمر الثالث شجعوا العيال على المشاركة بجميع الفقرات بعضهم ينادي يقول أنا أمي قالت لا تلعب هاللعبة أبوي قال إذا ما حبيت لا تشارك اسمحوا لي يا أبو عبد الله أم عبد الله جميع فقرات النار هي جزء من هذا النسيج اللي إحنا سويناه حق عيالكم القيمي القيمي المهاري الترويحي فبالتالي كل البرنامج إلزامي فشجعوا عيالكم عليه الأمر الرابع إذا ولدك دخل البيت أو استقبلت بالسيارة سلنت عليه وسلم عليك وحب راسك سألة اشتعلمت اليوم اشتفت اليوم الكابتن شنو قال لك ما هي التكاليف اللي عندك هذا الحوار يعزز يعزز القيم اللي أخذها والمهارات كذلك اللي تدرب عليها الأمر الخامس والأخير حرصوهم على التعاون يا ولدي اسمع كلام كابتنك اسمع كلام مشرف إذا أعطوك تعليمات التزم فيها ممنوع اللمس يعني ممنوع اللمس يجيب معاك المناديل وحرصكن دايما معاك ممنوع الكلام عند المغاس والحمامات ممنوع الكلام يا ولدي هذه التعليمات مهمة حفزوهم للتعاون إذا تعاون المصباح مع المشرف ومع البرنامج ومعنا كلنا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى سنصل إلى الفائدة القصوى من هذا البرنامج القيمي الترويحي المهاري التربوي المميز والحمد لله الله سبحانه وتعالى أكرمنا بأثناء بتأكثر من ثلاثين سنة من الخبرة اللي نقدر من خلالها نوصل لعيالنا المصابيح الفائدة المرجوة وهي الرجولة المعنى الكبير شعار نادي المصابيح الكبير أسأل الله سبحانه وتعالى يعينا وياكم على كل خير وأن نرى أبنائنا في أحسن أحوال من بر وخير وأحسان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته